السلام عليكم مرحبا بكم ناسا جيس كاتو جرم شديد أخبار شابه القبائل رسميا الرابطة الوطنية لكورة القدم موبيليس هذا تأجيل الجولة الهدي عشر اللي كانت تحتجرة أسبوع هذا بسبب وفاة ربي رحمهم الحارس زكري حارس مولوديس البيض وأيضا مساعد فريق فتاح خالد المهم ربي رحمهم على كل حال رابطة كورة القدم الجزائرية حددت الموعد خاصة هنا اللي تمنى شابه القبائل ودينوا الناس على لايك الفيديو وعبوني في القناة وتركونا تعليق رسميا الجولة شابه القبائل مولودية البيض هذه مؤجرة راح يتلابون لقاء التخيرين لفهم المباريات الأخرى لتخص الفرقة الأخرى ولكن هذه المقابلة أجيلت لوقت لاحق دوك نعطيكم موعد هذه المباراة لأنه حددتها الرابطة موبيليس لكورة القدم الجزائرية دوك نعطيكم لوعد ذا ولكن راح تلابساء مباراة مولودية الجزائر يوم إن شاء الله نين جون في في ملعب خمسة جولية مباراة ستكون ربما شابه قبائل فيها تحضر جيدا لأنها تقريب أسبوع الملعب ولاجمها الأقل الأقل مباراة تودية في هذه الفترة قبل هذه المباراة تحضيرا جيدا لمباراة مولودية الجزائر اللي راح تكون يوم 2 جون في 2024 هنا أمامكم من بعدها شابه قبائل تستقبل جمعية شلف أو أولمبي شلف يوم 6 جون في 2024 في ملعب أول نوفمبر في الديارة أيضا شابه قبائل راح تزيد تسافر إلى الصورة مباراة صعبة أيضا يوم 13 جون في يعني موعد كبرى وموعد تضع فيها شابه قبائل أهدافها المسطرة يوم 13 جون في 2024 مع الصورة في الصورة في بشار بعدها لنا تولي مباراة البيض اللي هي ربي يرحمهم يعني لما تولهم يوم 16 جون في 2024 ما في يوم تولتاء نعم يوم تولتاء 16 جون في 2024 مباراة المتأخرة لشابه قبائل اللي هي مباراة البيض بعدها شابه قبائل راح تستقبل مرة أخرى في تيزي وزو يوم 19 جون في 2024 نهاية الشامبيونة الاتهد ودأسوف يوم 19 جون في 2024 مباراة في ملعب تيزي وزو على التوالي لشابه قبائل في نهاية لقاءات الذهاب وهذه فرصة لشابه قبائل للاعتلاء مع المراتب الأولى إن شاء الله دلونا لايك الفيديو وابوني في القناة واتركونا تعليق مربوها إن شاء الله لشابه قبائل في فيجي اسكا السلام خوتي